وزير الإعلام الفنزولي إرنيستو فيا غاز يؤكد أن الرئيس هوغو تشافيز يعاني التهاب رئاويا حادا يؤثر على قدرتي على التنفس بعد إجرائه الشهر الماضي عملية جراحية لعلاج السرطان بعد العملية الجراحية في الحادي عشر من ديسمبر وجه الزعيم تشافيز مضاعفات جراء التهاب رئاوي حادا وأثر هذا الالتهاب على قدرتي على التنفس ما يقتضي من الزعيم تشافيز الالتزام الكامل بالعلاج الطبية أما نائب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الذي عاد من كوبا حيث يعالج تشافيز فاكتفى بالتأكيد على إدراك الرئيس الفنزولي لوضعه الصحي الرئيس تشافيز يدرك كل الظروف التي يعيشها وهي ظروف صعبة فهو يدرك المعركة التي يخدها وروحه القطارية كما كانت دائما أقرب مما نتوقع سنرى الزعيم هوغو تشافيز هنا بيننا في أرض الأجداد وسنسلمه إدارة أرض أجدادنا هذا وأدى اختراب الموعد المقرر لأداء تشافيز القسم الدستورية لفترة رئاسية جديدة في العشر من الشهر الجاري بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة إلى زيادة حدة التوتر السياسي في البلاد في ظل اتهامات المعارضة للحكومة بإخفاء الوضع الصحي للرئيس الفنزولي